بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء والملسلين مرة أخرى نرحب بكم أخواني وخواتي الطلبة في حلقة جديدة من حلقات مقرر علم النفس وعلم الاجتماع سوف نناقش اليوم بإذن الله تعالى موضوع في منتهى الأهمية ويهمنا جميعا كطلبة ويهمنا جميعا كولياء أمور ويهمنا جميعا كأباء وأمهات في المستقبل بإذن الله تعالى ما يعرف بالانفعال والانفعالات هي أحد الأسباب الرئيسية التي من الممكن أن تؤثر على حياة الإنسان سواء بالسلب أو بالإيجاب نتعرف في درسنا اليوم إن شاء الله على الانفعال وأهميته الانفعال وتعريفه الانفعال وأثر على صحة الإنسان نأخذ التعريف هو اضطراب حاد يشمل الفرد بشكل كامل يؤثر في سلوكه وخبرة الشعورية وفي الوظائف الحشوية الداخلية وينشأ في الأصل من مصدر النفسي أنواع الانفعالات إخواني وخواتي الطلبة كثيرة جدا ولكن في مقرركم هناك بعض الأمثلة التي يجب أن نأخذها بشكل عام انفعالات سارة وهي الفرح والحب وانفعالات مكدرة أو انفعالات غير سارة مثل الخوف والغضب والقلق هذه أبرز التقسيمة الرئيسية للانفعالات في حياتنا اليومية انفعالات مركبة وهي مدموجة بين مكدر وسار وتأتي أيضا ببعض الأعراض من هنا وبعض الأعراض من هناك ما تعرف بالانفعالات المركبة على سبيل المثال انفعال الغيرة مكونات الانفعال من ماذا يتكون الانفعال أخواني وخواتي الطلبة راح نلاحظ أن الشخص المنفعل في البداية يدرك الموقف الانفعالي يدرك الموقف الانفعالي ثم هذا الموقف الانفعالي بعد الإدراك يحدث بعض التغيرات الداخلية لأعضاءنا بالتالي نتفاعل مع هذا الموقف الانفعالي نأخذ على سبيل المثال تصبب العرق وزيادة ضربات القلب أحيانا الرجفة أحيانا ضعف البصر فالعراض تختلف من شخص إلى شخص آخر التغيرات البدنية الخارجية وهي التغيرات التي من الممكن أن نلاحظها ونراها في العين المجردة على الشخص المنفعل على الشخص المنفعل على سبيل المثال احمرار الوجه الرجفة الحركة الزائدة أحيانا بعض الألفاظ أو بعض الجمل تخرج من هذا الشخص المنفعل فبالتالي تغيراتهم من الممكن أن نحن نلاحظها الخبرة الشعورية وهي مهمة جدا بمكوناتنا الانفعالية الخبرة الشعورية أخواني أخواتي الطلبة خبراتي السابقة في التعامل مع مواقف انفعالية مشابهة لذات الموقف الذي أنا مريت فيه كذلك الهدف من الانفعال أو دورة الانفعال هو أن التوافق للموقف الانفعالي بين قوسين كيف أتصرف في المواقف الانفعالية المختلفة في علاقة أخواني أخواتي الطلبة بين الدوافع وبين الانفعالات أعطيكم على سبيل المثال لو افترضنا أنك لم تشبع دافع النجاح لديك هل تنفعل؟ لو افترضنا أيضا في المقابل أنك أشبعت دافع النجاح الموجود عندك هل تنفعل أيضا؟ نلاحظ سويا أن الانفعال دائما يدفع الإنسان إلى القيام بالاستجابة توافقية معينة تخدمة في تجاوز هذا الموقف كذلك الدوافع أحيانا تكون مصحوبة بحالة وجدانية وانفعالية ما يسمى بالخبرة الشعورية لهذا الدافع كل سلوك أخواني وخواتي الطلبة يقوم به الإنسان مصحوبا عادة بحالة انفعالية أو بوجدانية نفسية عقلية أحيانا لهذا الشخص أثر الانفعال في الصحة العامة هل الانفعال يؤثر على صحتنا العامة؟ هل الانفعال له تأثير على أعضائنا الداخلية على سبيل المثال النظر، القلب، كثير من الوظائف أو من الأعضاء الداخلية هل يؤثر عليها الانفعالات المتكررة وخاصة الانفعالات الحادة؟ هل تؤثر على صحتنا العامة؟ لنرى سويا أثبتت الدراسات عديدة أن هناك علاقة وثيقة بين الحالات الانفعالية الشديدة وكثير من الأمراض العضوية وكثير من الأمراض العضوية أخواني وخواتي الطلبة لكي نتخلص أو نقلل من أثر الانفعالات على صحتنا العامة، صحتنا الجسدية والعقلية وصحتنا أيضا الوجدانية لنلاحظ ونقارن عند الأشخاص الذين يقل عندهم هذه الضغوط أو آثار هذه الأمراض سنلاحظ كالآتي أنهم أكثر تحكم في حياتهم أنهم يؤمنون إيمانا قويا بأن الحياة لها معنى بمعنى آخر لديهم أهداف في الحياة يسعون إليها كذلك مندمجون في مجتمعاتهم لديهم علاقات جيدة داخل الأسرة علاقات جيدة خارج الأسرة علاقات جيدة مع زملائهم داخل الفصل علاقات جيدة في المدرسة وفي المستقبل علاقات جيدة في أيضا المهنة هذه أبرز السمات التي من الممكن أن نحن نلاحظها على الأشخاص الذين يتمتعون بصحة نفسية جيدة في ختام هذا الدرس إخواني وخواتي الطلبة نناقش النشاط الختامي سويا يبدأ الانفعال على شكل اضطراب حاد علل لماذا يبدأ الانفعال على شكل اضطراب حاد السؤال الثاني عدد سمات من لا يستجيبون للضغوط في المرض ولا يستجيبون بمعنى آخر للاضطرابات التي ممكن أن تصاحب مسألة أو حالة الانفعال في ختام هذه الحلقة دمتم بخير إخواني وخواتي الطلبة ونراكم إن شاء الله بأفضل حال في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر